هلو فانا ستكفتم في دم باكين اليوم سوف أشارك معكم الألتيميت مويس بيجان شوكولات كيك فيلت بيجان كراميل باتر كريم إزايكم كيف أنكم يمتابعين على قناة هادية الأكل الخليز النهاردة سأعمل لكم كيكة الشوكولاتة الرائعة النباتية المحشية بكريمة الكراميل النباتية بردو لتستعمل 100 جرام بيجان باتر كراميل للوصفة دية سأعمل 100 جرام من الزبدة النباتية لديه أيضا 300 جرام الزبدة ملح مع 300 جرام من السكر البني الغامق للشوكولات سأعمل 40 جرام بيجان دارك شوكولات سأعمل 40 جرام من الكاكاو و40 جرام من الدارك شوكولات النباتية سأعمل 300 جرام سأعمل 200 جرام من الدقيق زات التخمير سأعمل أيضا 1.5 جرام سأعمل 1.5 جرام سأعمل 1.5 جرام لديه 1.5 جرام من الدقيق من الدقيق من الدقيق سأعمل 1.5 جرام من الدقيق من الدقيق من الدقيق سأعمل 1.5 جرام من الدقيق سأعمل ملعقة صغيرة من الدقيق 1.5 جرام 1.5 جرام سأعمل 1.5 جرام سأعمل 1.5 جرام 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 بالسباتشلة أنا حمسح كل الجوانب عشان أضيف الخليط كله مع بعض Now I will start adding the flour and the water over 4 stages and continue whisking until all combined بعد كده أنا حضيف الدقيق والمية على 4 مراحل وحضرب لحدد ما كله يختلط مع بعض Once all the flour and the water has all combined into the cake mix then I will divide the batter over 2 8 inch cake pan which I have already lined بعد ما أخلص ضرب كل دقيق مع المية في الخليط دية حقسمه على 2 من صواني الكيك وهنا عندي 8 بوصة أنا مدهناها بورقة زبدة Once I fill the 2 8 inch cake pan I will just shake it just to level the top أنا بعد ما أملي الصونتين بتاعتي حاوجهم عشان أساويهم من فوق I have already preheated my fan oven of 180 Celsius and they will bake for 45 minutes أنا قدت من الأول مساخين الفرن بداعي على درجة حرارة 180 وهمها يخبرني 45 دقيقة حد نستوت Once they're out of the oven I will check with a scurril from the center of the cake to make sure they're well cooked أول ما أقوم من الفرن أنا حمسك السيخ وأحطه في النص حد أبتد إن أستوت من الداخل Once the cakes are cool enough then I remove them from the cake pan and then place it in the fridge for at least 2 hours covering it with a cling film to keep the moist أول ما الكيكة تبرد أنا حاط اللحم نصوني يبتعبها وها غطيها بالكلام وها دخلها الدلاج المدة ساحتين تبرد تماما قبل ما أحشيها بالكريمة For the vegan buttercream I have 200 gram of vegan butter spread and I'm using the plant kitchen with half a cup of icing sugar للكريمة أنا حستعمل 200 gram من الزبن النباتية مع نص كباية من السكر اللعين I am flavoring this buttercream with 2 tablespoons of my homemade vegan caramel sauce أنا حضيف ملعقتين كبار من الكرامل سوس النباتي اللي أنا عمله في البيت للكريمة دية I will start whisking and combining together the vegan butter spread with the icing sugar until creamy أنا حضرت في الأول الزبن مع السكر النعيم لحدث ما يبقو كريم نعمين Then I will add 3 tablespoons of the vegan caramel sauce and whisk to combine بعد كده حضرت الملعقتين الكبار بتحت الكرامل سوس النباتي وحضرت لحدث مي خلقه مع بعض To moisten the cake I always brush it with a simple syrup and here I have half a cup of simple syrup and I will add to it 1 tablespoon of rum عشان أرتب الكيكة أنا بزكيها بالشرباط هنا عندي نصف كباية من الشرباط وهضف له ملعقة كبيرة من الرم وده اختياري I'm using a 12 inch board which I will spread it with the vegan butter to glue the cake أنا هستعمل كيك بول مجازه 12 بوصة وهتهن بسيط من الزبنة النباتية عشان ألصق الكيكة عليه I will brush the cake with a simple syrup and then I will spread the vegan caramel butter cream and spread it around it أنا في الأول هزكي الكيكة بالشرباط بعد كده هحشيها بكريمة الكرامل النباتية وحساويها بعد كده هستميل في كل الطباغات بنفس الطريقة I will continue using the same method by brushing each cake layer with the simple syrup then filling it with the vegan cream caramel butter cream and spreading it around أنا هستعمل نفس الطريقة لكل طباغات الكيكة هزكيها بالشرباط في الأول بعد كده أحشيها بالكريمة وحستميل لحدد ما خلص كل الطباغات Once I finish filling all the cake and leveling it I will store it in the fridge for a couple of hours before topping it with the chocolate ganache بعد ما أخلص حشوة الكيكة وحساويها هدخلها الثلاجة لمدة 3 أو 4 ساعات تبريد تماما قبل ما أغضيها بالشوكولات For the chocolate ganache I have 100 g of vegan dark chocolate and I added to it 1 tablespoon of vegan caramel sauce then I added 1 tablespoon of hot water and I melt them together للصوص الشوكولاتة أنا هنا عندي 100 g من الدار النباتي وضفت له ملعقة كبيرة من الكرامل السوص النباتي وبعد كده سيحتوب ملعقة كبيرة من الموية السخنة وممكن تضغطوه شوية المكروات You can also melt the vegan chocolate ganache in the microwave for 10 to 15 seconds Decorations is your choice but I have decided to decorate it with edible fondant rose surrounded with fresh strawberries, kiwis and blueberries بالتزين أنا حطيت الوردة الأنا عملها من عجينة السكر وحوالينها stroberis و kiwis والطود Once you finish decorating this cake you need to store it in the fridge for a couple of hours to let it cool before serving أول ما تخلصي تزين الكيكة دية لازم تحفظيها في الثلاجة لمدة 3 ساعة قبل ما تقدميها Now it's time to indulge into this vegan chocolate cake filled with caramel buttercream It is so amazing you can't believe it it is vegan حسنا لازم استمتع بككة الشوكولات النباتية دية بالكريمة الكرامل وحاجة رهيبة مش حصدقو إنه هي نباتية Thank you very much for watching this video For more Sudanese, Egyptian, African or any other international recipe Please like, share and subscribe to my youtube channel Gift of Sweden Baking Until I see you is the next recipe, bye bye شكرا كتير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو عالمية الرجاء أن تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناتي هدية الأكل الخبيث حتى ألقاكم في وصفة جديدة يلا مع السلامة شكرا للمشاهدة